يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية نوبادي أو لا أحد أو نكرة أو شخص مجهول أو شخص ملهوش إيمة هذا هو الفيلم اللي راح نتكلم عنه أو راح نراجع مع بعض على السريع في نهاية الفيديو راح نقرأ مجموعة من مراجعتكم السريعة للفيلم اللي طلبتكم إنكم ترسلوها لي وعلى السريع علشان بس لان كثير كلام لايك واشتراك لو ما كنتم مشترك وفعل جرس التنبيعات عشان توصلك فيديوهات يول بأول تعال تابعني على سناب شات وتويتر وإنستغرام كلها بنفس الاسم ويلا نبدأ كلمة نوبادي لها أكثر من معنى ولكن معناها في هذا الفيلم هو الشخص اللي ما تعرف عنه شيء ولهذا الفيلم ولبطل القصة من كلمة نوبادي نصيب كبير البطل بالنسبة لنا نكرة وشخص مجهول إلى حد ما من بداية الفيلم وحتى نهايته ظلينا نجهل أشياء كثيرة عن ماضيه وعن علاقاته وعن أشياء كثيرة عنه فعرفنا الحين ليش اسم الفيلم نوبادي؟ طيب حلو الكلام أفلام الأكشن المبالغ فيها مليانة وعلى قفة من يشيل لكن قليلة هي الأفلام اللي تخلينا نستمتع بالكذب اللي فيها زي جون ويك وزي فاست ان فيوريس وكولايزر وغيرها من أفلام الكذبة الثانية هي أفلام كذب انت عرف انها كذب بس حلوة ممتعة ومن فترة طويلة الأمانة صراحة ما تابعت فيلم كذب كده يكون حليه وعلى أقل إلى حد جيد واستمتع فيه يا تشوف لك فيلم مليان أكشن بس قصة بريال أو قصة كويسة بس أكشن بريال ما كذا صعب انك توازن ما بين الاثنين ولكن فيلم نوبادي حاول يوازن ما بين الاثنين هذولي وعطانا قصة مثيرة للاهتمام إلى حد ما وكمان أكشن وكذب حلو حسوا كذا مزيج ما بين أفلام أكشن كثيرة عرفناها سابقا بطابع درامي بصير في ناس كثير للأمانة شبهت فيلم نوبادي بفيلم جون ويك وأنا كمان نفس الشيء وهذا الشيء طبيعي جدا تدري ليش لأنه اللي اخترع جون ويك هو نفسه اللي اخترع نوبادي عرفتوا ليش وهو برضو نفس الكاتب اللي شارك في كتابة مسلسل فالكون وجند الشتاء ما خلونا نركز على خبرة الكاتب في أفلام الأكشن أفضل من أننا نجلس نقارن أعماله في بعض نعرف أولا أنه الفيلم اللي نتكلم عنه حاليا هو فيلم من أفلام الكذب كذب الفيلم كذب وتقييم أفلام الكذب والنقاش فيها مختلف تماما عن أفلام الدراما أو الأفلام اللي يكون فيها قصة وحبكة حلو الكلام حلو الكلام فيلم نوبادي ما كان مارة عظيم من ناحية الكذب ولكن كان فيه ابتكار شوية يعني في كده بعض الأفكار الكاذبة اللي خلتني أني أمبسط عليه كذب بشياكة كده فهمين عليها بالذات في مشهد شنطة السيارة ومشهد الباص ومشهد المنشأة تبعه كانت مرة ممتعة ياه أنا استمتعت صراحة إلى حد كبير بغض النظر عن منطقية الأحداث انسوا المنطقية أفلام الكذب وجدت علشان تستمتع بالكذب اللي فيها حطوها كده بين قوسين سيبوا أم الحنكة الزائدة دي والحلو كمان أنه قصة نوبادي جدا قصيرة ومختصرة ساعة ونص كده تحس أنه الفيلم عبارة عن حلقة إضافية من مسلسل بيتر كولسول بس من عالم موازي وفي ظروف مختلفة جيمي أنا شايف جيمي انت منت شايف جيمي أنا شايف جيمي هو صحيح أنه فيه أشياء معينة ما تم توضيحها بشكل كامل عن ماضي البطل ولكن أعتقد أنه تركها الكاتب للمتابع علشان يحاول يكتشفها بنفسه وما هي صعبة ترى التلميحات اللي أعطانا ياها الكاتب توضح أشياء كثيرة عن ماضي هاتش أو بطل القصة يعني أنت بس كده لو تفكر شوية بالهنت والتلميحات اللي أعطاك إيها بتعرف أنه موكي نصت الفيلم بالمختصر الشديد عن شخص اسمه هاتش إنسان لطيف وضريف وعايش مع زوجته وبنته ولده حياة مسالمة ملهوش في الهشك والبشك يداوم في النهار وفي الليل يرجع يجلس مع أهله ويرجع ينام ويصحى اليوم الثاني وعلى هذا الموال اللي ما نعرف عن هاتش أنه عنده ماضي أسود وعريق في الجيش الأمريكي ولكنه دفن ماضي هذا وتخلى عنه تماماً وقرر يصير إنسان طبيعي وروتيني زيه زي باقي البشر إلى أن يجي اليوم اللي يضطر هاتش أنه يتصالح فيه مع ماضيها الأسود وينسلخ من جلد الحمل اللي هو لابسه ويخرج الوحش المستخبي اللي داخله وهاتك يكذب وهاتك يأكشن وهاتك يضرب وتبقيس إلين تقول آمين اللي ميز الفيلم للأمانة وخلاني أعجب فيه هو أنه ما قدم شخصية هاتش كشخص مر سوبرمان يعني حركات الرجل الأمريكي القوي الذي لا يقهر والمبالغ فيها والحركات اللي يضرب ولا ينضرب لا ما هو موجود ده الكلام في فيلم نوبادي هاتش هنا على العكس يضرب وينضرب يطيح يأكل تبن ويرجع يقوم يحاول يضارب من جديد وهذه بحد ذاته أشوفها نقطة إضافية لصالح الفيلم يعني أوكي هو شخص خطير بس أنه عرض للخطر ويمكن يسقط عادي ترى إنسان وفي نفس الوقت يتميز بمهارات خاصة فيه كذب حتى الطرف الشرير في القصة تم تقيمه بشكل مختلف تماما عن المعتاد أوكي أعطوه هيبة الشخصية الشريرة وعدو بطل القصة بس كان فيه لمسة خلوة كذا لشخصية وغير معتادة في السيناريو تبعه وللناس أو لواحد من أتباعه بالذات فمقارنة بسيناريو الشخصيات الشريرة اللي تعودنا عليها الشخصية الشريرة هنا مختلفة إلى حد كبير تمثيل بوب أودينكيرك مرى رهيب بالرغم من تشابه شخصيته مع شخصية جيمي من سلسل بيتر كول زي ما قلت لكم ولكن فكرة أنه أقنعني في بداية الفيلم أنه إنسان مسالم ويرفض الماضي هذه بحد ذاته أشوفها حاجة مرى كويسة حتى كان فيه مشهد كذا مفصلي في بداية الفيلم هو إما أن أكون أو لا أكون إظهر ولا أظل مستخب كانت ردت فعله مرى رهيبة في هذاك المشهد وخلاني أفهم تصرفه من دون ما يتكلم وأحلى لمسة وإضافة للفيلم كانت الممثل كريستفر لويد مرى رهيب وترى هذا الممثل واحد من ممثلين القدامى المفضلين أعطوه دور جميل ومناسب لشخصيته ممزوج كده ما بين الكوميديا والبرود والسوداوية عنده لقطتين في الفيلم مرى مجنونة كذب بس رهيب شي واحد أزعجني في الفيلم ولكن ما أثر على تقييم الفيلم بشكل عام وهو إنه كان ودي أعرف أكثر عن شخصية هاتش وعن ماضي هاتش حسيت كده إني أبغى أتعرف أكثر عليها مش مجرد ساعة ونص يا أخي حرام أبغى أعرف أكثر عن ذا الإنسان القوي من وين طلعت ذي القوة وإيش سالفت أهله يعني لو أضافه كده عشرين دقيقة بس وجابوا لنا فلاش باك من شخصيته ماضيه كانت بتصير حاجة ولكن اللي غفر لهذا الشيخ خلاني أتجاوزه هو إنه الكاتب ترك لنا مجموعة تلميحات في عدة مشاهد ومن خلالها قدرت إني أفهم وأتخيل ماضي هاتش في راسي بدون ما أحتاج أي فلاش باك في كم مشهد وكم حوار وكم لقطة سريعة مرت رمالي فيها الكاتب كذا كم حاجة خلتني أستوعب خطورة هاتش وخلتني أفهم إنه ماضي هاتش كان مرة ملطخ ومختلف وعكس شخصيته اللي عرفناها في البداية وبناء على التلميحات اللي أعطاني إياها الكاتب اتقبلت كل شيء قاعد يصير في الفيلم وهذا هو الكذب الأنيق هذا هو الكذب اللي بشياكه اللي قلت لكم عنه في بداية الفيديو أنا عارف إنه كذب وإنت عارف إنه كذب بس إنه كذب حلو مرتب ولطيف قلتها الكلام في تويتر أفلام الكذب يا جماعة ذي ترى نحتاجها نحتاج أفلام الكذب بين فترة وفترة تسيب أم الحنكة الزائدة عيش يا أخوي أنا أحب فاستن فيوريس مو أحبها بس يعني تابعها ما عندي مشكلة معاها متصالح معاها عادي كذب إنت عارف إنه كذب بس فألا كل مخرج يقدر يسوي مشهد أكشن وكل سباك يقدر يسوي مشهد قتالي وكل شخص يقدر يكذب في أفلامه بس كيف تقنعني بكذبك وتخليني أنبسط عليه هنا الكلام الفيلم تقييمه سبعة ونص من عشرة إلى تاريخ هذا الفيديو على الموقع IMDb وشخصيا أشوفه يعني يستحق ستة ونص سبعة حقه أكشن حلو مشاهد قتالية مبتكرة إلى حد جيد تمثيل رهيب من جميع الأطراف ولهم من هذا كله قصة بسيطة ومسلية ومختصرة وكوميديا خلينا نقول شوية غير مبتذلة ومسلية الفيلم مصنف لمن هم فوق 18 سنة لأنه مليان دماء لا أكثر ومدته ساعة ونص والحين خلونا نقرأ كم تعليق من مراجعتكم السريعة للفيلم ويا رب هذه المرة في ناس كاتبة أسماءها لأني ما أحب بقرة تعليقات مجهولة وربما التعليقات اللي بنقراها الحين ممكن تحتوي على حرق فأعمل حسابك التعليق الأول يقول أولا سلام عليكم الفيلم أراه جميل رغم أنه في بعض الأحيان لا يحترم عقل المشاهد لكن فيلم مناسب للسينما ولتغيير الأجواء مع أخوياك إبراهيم بن عبدالعزيز الحواس اللي بعد يقول الفيلم من الناحية درامية جاف أما من ناحية الأكشن فأعطاني ناقلات الشوارع للناس العادية مع شوية لقطات من الأفلام الهندية لكنه يظل فيلم جميل ورجع لمتعة أفلام جون ويك سعيد من عمال إلياس يقول تعجبني قناتك وطريقة تقديمك بالنسبة للفيلم فلنقول إننا أحضرنا فيلم جون ويك وفيلم إيكولايزر ودمجناهم مع بعض في قالب كوميدي أنت متجسس علي يا ولد ولا إيه والله فيلم جميل وممتع لا حد يجي يستحنك ويتفلسف علي أهم شي أنك تستمتع فيه موت دقيق بالصغيرة والكبيرة المم يعطي ثمانية ونص من عشرة أنت صعين أليك متمسك برأيك لا حد يأثر عليك ما عليك زيوفم 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 يقول نوعا ما جيد دموي وعنيف بزيادة القصة مو من رقوية وآخر الفيلم أحداث صارت في تخبط غريب بس أظن مو مشكلة لأن أعتقد مقصد الفيلم إبراز الأكشن أكثر من القصة يا سلام زيوفم إنت هاي فايف بطل اللي بعد يقول فيلم ممتع وسريع جدا وتحسوا يشبه ذا إيكولايزر وتحسوا يشبه جون ويك يا جماعة إيش فيه في عقه جسس علي وانا مدري لكن بنسخة اقتصادية وللمرة الثانية رأيي كوني مراجع وليس ناقد الله عليك أفتكرتك أفتكرتك راح أقول إنه فيلم حلو وجميل بس مو جريت وتقييم له سبعة من عشرة تحية لك أخي الوجيه من الجزائر حبايب نهل الجزائر إنستجرام كريمو روحوا على كريمو يا أخوان الفيلم كان رهيب والفيلم للناس اللي تحب القتالات والممثل بوب أودين كيرك كان تمثيله رهيب وأحداث الفيلم تمشي بسرعا ما تطفشك بالضبط أنصحكم تتابعوه تقييم للفيلم ثمانية من عشرة محبك عبدالله والله نعم يا عبدالله اللي بعد يقول صح إنه الفيلم شوية كيس مو شوية كثير صراحة بس إنه كيفني علاخ أعجبني كيف إنه ببداية الفيلم ما هجم للصين بعدين مع مرور الفيلم ورونه كيف إنه بالحقيقة قوي بس هذاك ما كان ضعف منه ولكنه تفهم لحالهم الله عليك صح عليك يا حذيفي اللي بعد يقول صراحة فيلم جيد جدا ما في دراما كثيرة لست من محبي الدراما أغلب الفيلم مشاهد حماسية وأكشن وما فيه مشاهد بلاس 18 وأنصح اللي ما شافه يشوفه وعطيه سبعة من عشرة باسل اللي بعد يقول الفيلم حلو يصلح تتابعه مرة واحدة بس مشكلتي تحمست لأنه البطل هو نفسه اللي مثل المحامي اللي في بريكينج بات وتمثيله يا ساتر أسطوري ياب حبيت تمثيله أنا ومثل في بيتر كول سول وروح تتابعته في السينما أعطي الفيلم سبعة ونص من عشرة ويستاهل تتابعه وشكرا استمر يا وجيه معاك أخوك عبدالله الشهري ونعم والله يا ابو عابد اللي بعد يقول الصدق أنه فيلم عادي مرة يعني إذا تبي قصة وتعقيد فاسحب عليه لكن إذا ودك بس بجرعة أكشن ممكن يكون خيار جيد أكشن وكذب لازم تقوله أكشن وكذب عشان ناس تفهم عنيش قاعدين نتكلم ما يستاهل تروح السينما علشانه والله يختلف المتابعين في ناس يقولك حلو في السينما وفي ناس يقوله لا ولكن هذا رأي وسن الفيلم اللي بعده فيلم حلو وممتع ولقطة الباص في الفيلم ذكرتني بمقطع المترو في فيلم الجوكر اللي يمثله خواكين يا على حد ما المثل بوب أودين كيرك يتطور في أعماله أشوفه من الممثلين الناجحين يعطيك العافية السمي عبد الرحمن النعمي والله ونعم يا بوداحم اللي بعده قلت فرجت الفيلم قبل شهر تقريبا وكان ممتع صح إن القصة مستهلكة وما فيها شيء مميز وجديد ولكن استمتعت أني أشوف بوب يمثل دور جديد مختلف كانت أداءات الممثلين كويسة ولقطات الأكشن ما فيها مبالغة زائدة وأضافوا كوميديا حلوة على الفيلم ريان والله أشوف أنه فيلم تجاري 100% بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه لم يعطي مساحة كافية للجانب الدرامي اللي بين البطل وزوجته وأولاده الفيلم كذب لكنه جيد في اختيار الأغاني والموسيقى الله نسيت أقول لكم الأغاني والموسيقى مارة رائقة روغان التي تتماشى مع المشاهد القتالية وأيضا في حركة الكاميرا خلال تلك المشاهد فيلم مسلي عطي 18 من أحمد عماد كلامك يا أحمد عماد كلام ناس فاهمه أهني اللي بعد يقول للأسف الفيلم من ناحية الكوميدية ما توفقوا فيها أعرف النقطة قبل تنقال صح عليك يا مدركهم بس من ناحية الأكشن كان كويس بس مؤسطوري بس كويس اسمي مهند قناتي مهند إكس بي بسوق لنفسي عندك روحوا عنده يا رب انه ما ينزل بورن أوكي نكتفي بهذا القدر من التعليقات عشان الفيديو صار مدة مرة طويلة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وتعالوا تابعوني على سناب شات وتويتر وإنستغرام كلها بنفس الحساب وبس والله كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم